بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد كما تلوزون غمزة وتتانزى إن شاء الله تعالى قصومة كتاب الصيام كتاب أخصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى نا ايكي كتاب أخصر المختصرات نمتن لنوتيجي ميوة سانة كتك مذهب يا الإمام أحمد بن حمد رحمه الله تعالى كما نفذط كذفر 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 يار bilmiyorum كذفنا فيvenant الصغيرة كفت Сам شعب kilometers كذفنا نتبلغando الكذفنا كذفنا كذفنا ايق Ο قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام قوله كتاب الصيام الصيام والصوم لغة الإمساك قوله تعالى في قصة مريم فمعنى الصيام في هذه الآية الإمساك وعن الكلام قد كهي آية ماني صوم مكوجا كلك جزوية كتوك مانا نكوزون غمزا ومعنى الصيام في اصطلاح الشارع أما شرعا ماني الصيام الإمساك وعن المفترات من طلوع الفجري إلى غروب شمس كجزوية قمبوكا قوالفجيري مباكا كتوك وجيوة وصيام شهر رمضان واجب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع نكوزون غمزا من قبلكم لعلكم تتقون اني مليواميني مفرادشي ونيني كفunga موزي ورمضان كذلك ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإلتاء الزكاة والحج وصوم رمضان كتوكا نقوز ذو إسلام صلى الله عليه وسلم اكتاج صومي رمضان وهو من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة نجام ومولا جولي كان أكونا متوسي يجيوكوا كفunga موزي ورمضان نيواجه كلا مسلام أفاهمهم وممن نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى المقدس في المغني والنووي في المجموع أو نوويون ومن نقول إجماع نوينجي نوينجي من بعد نهاته لوتاني كوني كتككز منزي سؤالا من لصوم نووي بواك حكمة حكمة مشروعية الصيام حكمة يكوامريش عبادة صوم من الحكم لمشروعية الصيام أولا شعور الغني والمكتفي بما يشعر به من منعته الفاقة عن إتمام حاجاته من الطعام والشراب كتك حكمة يكو فرضيش وإبادة صوم نئيلي يليأ لينووز أناووزك يتشليز أوي أتهيسي نئيه شعور الغني والمكتفي بما يشعر به من منعته الفاقة عن إتمام حاجاته من الطعام وشرا أهيسي ولي تجير أو منيووز أنايجي تشeleز كلي أناتوكي ولي أمبا أمزوili وكو مسكيني وaki كتك مانا كلي أناتوكي تجيا katika kula na kunya بما وapo katika watu ambao ule masikini waliokua nao mpaka washindo kupata kile watakachukitia katika tumbola chavarura wakati mungine na kuna mungine ambao hawajui kitu che ituanjaha katika maisha yao Allah me wafungulia katika dunia bimana akiamuka kwanzi ya subuhi aweza kula chakulachaki chasubui vizuri sanne pengine akapata chayaki ya sanne ikifika wakati wagada akala chakulachaki chamchana vizuri ikifika jioni na adela asri pengine anachayaki ya jioni na usiku pia akala na ashana alhamdulillah na hili silazima awetajiri awetakua ni muktafi mtu ambe ame pata kile chakumtoshelezi akala kiasiki sasa huyu hawezi kujua ili hali anawihisi ule maskini akamfahamu na ndiyo mana utahona kuwa ikifika katika mwezi wa ramadhani maranyingi sana watu huwa na uepesi wakutowa na ukarimu sana sawumtu ahisi kile anachukihisi mdugu yaki kuyo katika hikma hii siyo hikma yote niungoni mwa hikma ni kuwa awakumbuki wale mdugu zaki ambao huwa ni kawaida yao maisha yao waishivo ye amingia katika ibade ya somu kuna mingine ambao waishihivyo maisha yao wawana chakutia mdugu wawakumbuki wale mdugu zaki na hili jambo latili yanguvu ule undugu bayina wa islamu kothedik jen katika hikma anna linsan chenemma yemtaniqu anna ottarami wa lascharab ketika hikma anna linsan chenemma yemtaniqu anna ottarami wa lascharab uyumtu anna kujizwayi uumtu kama nakuna na kune kujizwiyya وَيَشْعُرُ بِأَهَمِّيَّتِهَا وَحَاجَتِهِ لَهَا أَكَهِيسِكَتْ كَنَفْسِيَاكِ أُولِو مُهِمُ وَكُولَ نَكُونُوَ نَنَمْنَا أَنَوْي تَجِيَكُولَ نَكُونُوَ يُدْرِكُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ بِأَنْ رَزَقَهُ وَكَفَاهُ هَا بُأَتَيْكُمُ بُكَ نِعْمَةَ اللَّهِ كُوَا اللَّهِ عَمِمْةَ رِزْقِ نَا أَكَمْتُوْشِلِزِ سَوَبُوا وَكَةِ مُنْجِنَ مُوَنَادَا مُوْجِسَهَوَ سَوَبْزِرِ نَعْمَةَ مَشَاللَّهَ نِنْيِّ زَمْفُوَاتَ كُوَا أَكَجِسَهَوَ مُمْتَكَا أَكَوَا أَوَنَا نِجَيَمُولَ kawaida kwa kieya kiamuka asubui anachotaka yuala على عشاء na kusagya kila wakati kawa le tumbo li tapumuzika kido sio kila saa mwili wala wala na hili piyali na khatari yaki sasa hivi ukitizama oli mwanguni utakuta malalamisha mekua mengi ya marathi ya kila aina na chanzo cha marathi mengi ya nautajo utakuta ni katika nini kula na kumi na lau kama watu andia ifanya kazi سihemu katika hii aya wakulu, washrabu wala tusrifu kwa kweli hii aya ndiyo kuna kila aina nitiba, kila aina marani kula, kunwa usipite mipaka, usifanya sarafu ukatazo kula na kunwa lakin usipite mipaka kwa katika kila kina chosaidia pia njambulanini asomu, usahibia wewe sana katika kukunguza mengi, katika marathi asomu, nasiha nalilaki nafaida nyingi na nyingi, na nyingi yambazu wanaviyoni wataji, kama tulipu wataji, isi tataji ya baadhi ya mifantu, mingini utatafuta ya mwanafuza kala al-musallifu rahimahumallahu ta'ala yelzamu kulla muslimin mukallafin qadirin yelzamu kulla muslimin mukallafin qadirin masharti matatu sharti la kwanza al-islamu ni kuwa yule anayifanya ile ibada kisha silimu, kisha ndiyotafalin atafunga wala yulzamu kwa wakikomeka kutoka mara na ukafiri kufuru lukuanawa kaingia katika uslamu basi watasamewa yeliyotia yeliyopita wa konyuma watasamewa kila kitu nadaliliya kutu kubaliwa amari za si kuwa muslimu nadalilu wa ala adem kabooli amari kafiri hala kufrihi wakatiya kukaka kufru kwa kubaliya amari za ki kawulu ta'ala wa ma manahum antukubala minhum nafakatuhum illa anahum kafaru billahi wabirasuli hakuna kilicho zuhia wa wasikubaliwe kili wanachukitua ispukuwa mkufuru allah namtume wakim wakadimna ila ma amiru min amalin fajaalnaahu habaan manthura kukwani kama vumbi lupi kwa na upepu kukuna choto kukipata mberi ya allah kwa shartila kwanza ni al-islam lazima alifunga awil muslim shartila pida lul taja al-takliif yalzamu kulla muslimin mukallafin al-takliif nuntu ili awini mukallaf anbiyuhuni mukallaf wa yatahaqqqu bijtima'i albulughi wal-aqli ibi tubhiri wikusanyika wuyumtu mukallaf lakwanza albulugh awi amebalighi lapili ni al-aqli awi naakili timam kum tuyuti alikusany hamam mubayili bimaknan balighun aakil tayari huyu ashakua ay tunani mukallaf huwa al-takliif yetahakqqu bijtima'i albulughi wal-aqli wadhalil ishtirati dhalili yakuan al-sharati nuntuan mukallaf qawlu nabiyy sallallahu al-sallam rufi'a al-qlam a'an thalafah kalamu iminyanyuliwa kutukamana na watu bimakna hawa tatu hawa andikivi dhambi al-innaimi hatta yastaikib ilala mpaka takapu wa muka kwa ilala hanasibishu ya amali wala halazimishu anlala wa anisagiri hatta yakbur na mtoto mdogo mpaka akue kishabalegi palindiyo wa mkallaf wa ani l-majnun hatta yaaqil aw yafiq na kwewule mwenye wazimu mpaka takapu kwa naki l-itimam kwewini dhaliliy kwa jambula ataklif ni shart katkama shart yamtuku lazimishu kufanya ibada shart latatu l-lulitadia al-qudra semapa yelzamu kulla muslimin mukallafin qadirin shartilatatu ni al-qudra fainkana اتواجibika kwa ule alihalalishiwa kula katika mchana wa ramadhani kwa sababu ule ilioingia ikamzue kufunga awe ata ilipa ili siku kwa mfano amifunga mwezi wa ramadhani siku ya kwanza ya pili ya tatu akapato na marathi ya malaria ya kamzidia sana nikabidi endo hospital ya katibio, akapewa vidonge kwa hizi dao takuda siku katha kwa hapa kile kilichokuwa ni sababu ya ye kuwanajizia kutueza kufunga nini ni kitu kimeingilia katika si kitu kitabakia na kudumu kwa huyu atambiwa fainini, ale kwa sheria ya memrusu yekula lakini atalipa zile siku alizo fainini, alizo kula, mele wapa mpele wafzula tayo wa inkana daiman ama ikiwe ili ajizi atajizidishia marathi juhi yale marathi yale kwana au pengine hawezi hali ya kwanza ili ajizi ya mpele haidumu siyo, mingia tu alafu itaundoku dalili yake awluhu ta'ala fa'amankana alafu itaundoku رخصة, مgonjwa na msafiri katika kuwacha kufunga mwezi wa ramadhani lakini haka mambia nijui yake afungi ya sehemu ya kila siku aliyo yuacha kwa hizi sababu zilizo mpata katika kati ya ramadhani afungi katika kila siku moja lewacha siku moja baada ya nini baada ya ramadhani katika ule muaka ana mwaka mzima kweza kudipa fa'iddaun min ayyamin uqar alibri kwa hizi indi udaliliya ili haliya kwanza tuli utadhi alajzu tari jizya nbao huinjiya kisha kawunuk wadalilu wadalilu ala lhala tithaniya nadaliliya hii haliya pili kisha kwa dhini bas kisha nifungu imlangu wa masuha kisha nifungu imlangu wa masuha li kisha nifungu ya hapa wadalilu ala lhala tithaniya wahiya iza ma kana alajzu dhaima ili yajiz ya kudum kawunuhu ta'ala wakaliladhin yutikunahu fidye tum ta'amu miskinu wakana hatha fi awelil amru mwanzo katika kufaradisha somu walikuwa wanakhiari bimana anayetaka atafunga na asietaka atalisha masikini balala ya kufunga yule ambaye anawwezo wa kufunga lakini ya kawacha kufunga atalisha masikini hii likuwa ni mwanzo wa faradhi wa somu kabla ya kuwajibishi watuote kufunga likuwa mwanzo ni khiyari manraghi baani siyam jazalahu anayutagima an kulli yumin miskinan likuwa mwanzo wa stadhala biha bin abbasin radiyallahu anhuma ala an alshaykh wa shaykhata iza kana la yutigani alshayyama ataqma an kulli yumin miskinan ibn abbas kaksim makatika hii ayah nikwali imifutu hukmu kuyulu aliyyinawezo kwa cha kufunga kisha kuliisha lakin hii hukmu ika bakiyya kwam kongwe أولي منامومة أو منامكة أولي مزيح أولي مزيح أوليشي كتكا كلا سكو موضي أنا ريواجة مسكين لأن الله جل جلاله جعل الإطعام عديلا للصيام سابو هابا كتكي الله سبحانه وتعالى أميجعاليا صوم أميجعاليا قوليش أميجعاليا صوم كوكويولي أمبا أوليشي كابيسة أميجعاليا قبل قبل أمه أميجعاليا صوم أميجعاليا صوم وأوليشي كتكي كوكويوليه أميجعاليا قبل 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 zurية صوم أserية صوم أميجعاليا صوم ل Africans في بعض الأسرين أميجعاليا الصوم كيشة تكزومزية حكمة أشروعية الصوم والسيام حكمة يكفرذيش وإبادة الصوم موزي ورمضان كيشة تكمالزية كزومزية شروط وجوب صوم رمضان ما شرطي عمبولي نزيمة باتكان إلي كواجبكي ومتو كفunga موزي ورمضان نكتفي بيهات والله تعالى أعلم سبحانك الله محمدك أشهدوا لا إله إلا أنت استغفرق تبديكو باركو أشهدوا